ننتقل أحبابي الكرام إلى الصفة التي تليها وهي صفة الإطباق صفة الإطباق فيها يرتفع كل اللسان إلى أعلى ما الفرق بين الإطباق والاستعلاء؟ في الاستعلاء يرتفع آخر اللسان فقط أما الإطباق فيرتفع كل اللسان إلى أعلى الصفة التي تضاد الإطباق صفة الانفتاح حروف الإطباق هي صاد ضاد طاء ضاء مطبقة كما قال ابن الجزري الصاد والضاد والطاء والضاء وعكس الإطباق الانفتاح من الأخطاء الشائعة في لفظ حروف الإطباق إدخال حرف الواو بعد حرف الإطباق مثل مثلا الصادقين البعض يقرأها الصادقين الصادقين هذا من الأخطاء الشائعة الطائعين يقرأ الطائعين ولا الضالين يقرأها ولا الضالين هذه أخطاء الشائعة وسببها دخول الأعجمية على لسان المتكلم والبعض متأثر بذلك فربما قرأ بهذا الشكل الخاطئ فلينتبه لذلك ما الفرق بين الاستفال والانفتاح الانفتاح حالة وسط بين الاستعلاء والاستفال يكون اللسان أعلى قليلا من حالة الاستفال هناك حروف مستعلاء ومنفتحة في نفس الوقت مثل حرف الغين والخاء والقاف هذه الحروف مستعلة منفتحة الحرف المستعلي المنفتح يرتفع فيه اللسان قليلا مع الحرف أما الحرف المستفل المنفتح فيكون اللسان في الأسفل الصفة التي تليها صفة الإذلاق وهذه الصفة ثابتة في الحروف تعرف بها هل هذه الكلمة عربية أم لا حروف الإذلاق مجموعة في قوله وفر من لب الحروف المذلقة مجموعة في قوله فر من لب أي كلمة مصدرها الرباعي أو الخماسي لا يحتوي على حرق من حروف فر من لب فهي كلمة أعجمية من مثل كلمة عسجد كلمة عسجد ما فيها فا ولا را ولا ميم ولا نون ولا لام ولا باء فهي كلمة أعجمية وعكس الإذلاق الإصمات ومعناه الامتناع وصفة الإذلاق والإصمات أو هاتان الصفتان لا تحتاجان إلى تكلف في تحقيقهما إذ أنه لا أحد يخطئ فيهما بذلك إخواني الكرام نكون قد انتهينا من حفو الصفات التي لها ضد وهي كما قلنا نعيدها مرة ثانية من البداية صفة الجهر وضدها الهمس وصفة الشدة وعكسها الرخاوة وبينهما صفة البينية وصفة الاستعلاء وعكسها الاستفال أو التفخيم وعكسها التبقيق وصفة الشدة وعكسها الرخاوة وصفة الاستعلاء وعكسها الاستفال والإطباق وعكسه الانفتاح والإذلاق وعكسه الإصمات ننتقل بعد ذلك أحباب الكرام إلى الصفات التي لا ضد لها وهي الصفير واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والقلقلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر